منها بيتكلم على ان الصيدين على مرة العصور كانوا بيتكلموا على سمكة قرش أسطورية في منطقها اسمها ساحل باجا وبرضو الأسطورة بتقول ان السمكة دي ما بترجعش الا في حالة ان يكون في حد استدعاها ودول اتنين من مؤسسة بحرية واسمها دايمنتي والمفروض انهم كانوا بيستكشفوا حاجة تحت المحيط والشخص اللي فوق ولع سجارة ولما الكبريت في البحر فلقاه ولع وطبعا اتصدم لان ده مش طبيعة خالص وفضل يطف البحر بميته يعني ده مش طبيعة اكتر منه المهمة بقى بالنسبة للشخص اللي تحت فدفع علم تاني لانه لقى نفسه فجأة بيتسحف في مكان غريب وفجأة بدأ يشوف هلاوس كأن الأسماك بتلعب معاه ففرح بيهم جدا بس هو في الواقع ما كانش فيه حاجة جنبه لانه كل دي هلاوس وفجأة فيه حاجة هجمت عليه وخلصت عليه وخلصت عليه بدون اي مقدمات ودول بقى عيلة مكوناة من اربع افراد والمفروض ان الأب رايح يعمل شغل لمعاسسة دايمنتي بس واخد دكتور اينس وعياله تومي وقدري معاه علشان يغيره جوه ومن الواضح انه قدري ما كانتش طايع اخوها تومي وده الطبيعة عندهم بس ما عليش بقى مضطرة تقعيش معاه المهم انهم اول ما وصلوا للمكان اللي هيقوموا فيه استغربوا من شكله وكمان من شكل الناس اللي عايش فيه لانهم بيبصوا لهم بنظرات غريبة ومرعبة غير ان المدينة شبهة فاضية ولما وصلوا للفندق اللي هيقوموا فيه لقوه مقفول او مهجور فاستغربوا اللي هو ازاي يعني لان ده مش طبيعي لان الشركة هي اللي حاجزه لهم وبول الاب راح يسأل واحد اسمه الري اللي هي مدينة دي مالهة والشخص بقال له انت بتعمل ايه هنا فقال له جاي يقضي عطلة نهاية الاسبوع مع عائلتي والرجل تعصب عليه بدون اي سبب وقال له محدش بيجي يقضي هنا اجازته ولما اينس خدت بالها ان الجو مرعب ادخلت واعتذرت لالري وكلمته بزوء ولما اعصابه هديت طلبت منه يوصلهم لاقرب مطعم فوافق واخدهم معاه بس كل ما يمشوا في مكان يلاقوا تماثيل غريبة فسألوا الري ايه التماثيل دي فقال لهم ان اسمها التلالوك ودي المفروض انها بتحميهم من الشر المحيط بيهم واخدهم وكملوا ماشي لحد ما وصلوا لاقرب مطعم وهناك سابهم وماشي بس رعالة كلها ما كانتش مرتاحة للمكان ولا للناس اللي عايشين فيه وعلشان كده بول قال لدكتور اينس انها تبحث لهم عن اي مكان تاني يعيشوا فيه لحد ما يروح يشوف شغله ويرجع تاني وبنته لما سمعته خافت وقالت له انت ازاي هتسيبنا هنا لوحدنا فقال لها ما تخافوش لاني مش نغيب عليكو كتير واسابهم وقبل ما يمشي فتعوا لصاحب المطعم ودالوا فلوس وطلب منه يهتم بعلته لحد ما يرجع واسابه وراح للشاطئ علشان ياخد كارب يوصلوا للمحطة اللي شغال فيها ولما وصل طلب من موظف الان يتوصل مع المحطة ويبلغهم انه رايح لهم فقال له تمام ولما ميشي موظف الامن ما بلغش حد بحاجة وكمان طلع انه معاه الصورة لبول وقطعها وشكل كده انه ما فيش خير في المشور ده وبول وصل للقارب وبدأ يتحرك في طريقه للمحطة وفي الطريق سأل الرجل اللي بيوصله وقال له هو ايه اللي حصل للبلدة والصيادين اللي كانوا هنا كل الناس اختافت فين فقال له كل ده بسبب ان منصة دايمنتي اللي انت رايح لها ايقظة الشيطان والعياذ بالله وطبعا بول خاد الكلام بسخرية وفضل يضحك والرجل وصل بول مكان معين وسابه وقال له مش هقدر امشي معك اكتر من كده وسلمه قارب تاني علشان يكمل لوحده ومن الواضح ان الرجل كان مرعوب من حاجة واينس خادت بالها ان البحر جميل جدا وهادي ومع كده منفيش فيه اي طيور فحست بان فيه حاجة غلط بتحصل بس مرحتش تركز قوي لانها لقيت واحد رايح يكلمها ويغلس عليها وفجأة الموضوع زاد معاه وبدأ يتحرش بأودري فتعصبت منه وفتحت له دماغه والله هي رايحتنا منه والغريب انه صاحب المطعم ما تكلمش خالص واينس خادت عيالها وهربت من المكان والبطاعة ده الرفض يسكت وقامه بدأ يطاردها هوا واصحابه ولما رحت لعربتها لقيت عجلات العربية مخرومة بسكينة فخافت اكتر وجريت ناحية البحر علشان تغرب من اللي بيطاردوها وطلبت من واحد ياخدهم للمحطة اللي جوزها فيها بس رفض لانه خايف من البحر انما هي اغرطه بفلوس كتير فوافق ورجبوا معاها وهربوا من الجماعة دول على اخر لحظة وبقول لما وصل عند المحطة استغرب من لون المياه اللي غرقان دم وفيها خليط بين لون الدم واللون الاسود وكمان مليانة اقنعة ولبسة للعاملين واللبسة غرقان دم ولما وصل للمحطة لقها فاضي وما فيش فيها اي احد فطلع يبحث عن اي احد ممكن يفهمه اي اللي بيحصل لكن لا حياتها لمن تنادي وملقاش في المكان غير كلب وكان لسه يمسكه بس لقى واحد وراءه وكان ناوي يقتله بسكينة في ايده فحاول يهديه بس ملحقش لان في واحد تاني ظهر ومع اسلح برضه فكلمهم بهدوء وعرفهم على نفسه وقتها اطمنوا له فقال لهم انتم ما تعرفوش اني جاي ولا ايه فقالوا له لا لان الاسكة عندنا فاصل فقال لهم انا جاي هنا علشان الصيانة فقالوا له للاسف انت جيت متأخر وفجأة سمعوا الصوت قارب تاني بيقرب منهم ولما بول شافوا عارف ان دول عيلته ولقى الاتنين دول خايفين جدا من حاجة وبصراحة كان عندهم حق لان الطفل تومي شاف حاجة عملكة جدا كان يبت رائبهم وقدر يحطط ايدها في المياه فطلع السودا والاتنين دول بدأ يضربوا حاجات جنب المركب وكمان يعملوا اصوات كتير وبول لما سألهم بتعملوا ايه قالوا له بنحاول ننقذ عيلتك واول ما وصل للمحطة طلعوهم بسرعة من المركب بس للاسف بالغلط قدر وقعت في البحر وشافت حاجات غريبة ومرعبة تحت ما كانش ينفع انها تشوفها وبسرعة طلعوها بس كانت منارة جدا وغير انا نفط وده من اللي منتشر في البحر بسبب التسريب اللي حصل في المحط وقابوها اهدها وطلب منها تروح ترتاح في اي غرفة وسألت شاتو ايه اللي بيحصل هنا فقدهم منظر علشان يشوفوا بعينهم واينس شافت الراجل اللي وصلها وهو بيحاول يرجع بس للاسف ملحقش لان فيه قرش العملات جدا عمل معاه الغلط وتشاتو وقال لهم ده بقى بيسمو الشيطان الاسود وطبعا مش عاوز اوصف لوكو الصدمة اللي كانت على وشهم وبول سألوا طب انتو محبوسين هنا كده من امتى فقال له من زمان لدرجة اني ما بقتش بحس بالوقت فسألوا وفين بقى الطاقم وتشاتو قال له اغلبهم ماتوا والمحظوصين هربوا فسألوا ايه نوع السمكة دي فقال له ده مش سمكة ده ميجلدون سيد المحيط وكمان ده اقوى من ميجلدون سيد المحيط لانه فيه سحر بتحكم فيه او روح شريرة وفجأة وهم بتكلموا لقوا المكان بيتهز بيهم جامد فحارفوا ان القرش هو اللي بيحاول يدمر المحطة وبول حاول يتصرف بسرعة علشان المكان ما يتدمرش وسأل تشاتو اديني تقرير عن المكان فقال له كل حاجة عطلانة هو ده التقرير وفجأة المكان اتهز بيهم تاني وبول قال له ما تخافوش لان المكان مصمم علشان يتحمل اصعب الظروف وبسرعة درس المكان علشان يعرف اي طريقة ممكن يصلح بيها اللاسلكي ويطلب اي دعم وفعلا لقى طريقة بس للاسف لازم يغطس في المحيط وزوجته لما عرفت انه هيغطس حاولت تمنعه بس كان واثق في غرفة الغطس وقال انه نفسه يشوف القرش ده هيقدر يعضها ازاي وتشاتو قال له القرش ده مش زي اي قرش لانه هيقدر يتلعب بالعقل ويعملك في عقلك اوهم ولما بول التريع عليه قال له اسأل بنتك شافت ايه مع ان ما كانش فيه اي حاجة في البحر كل اللي شافته ده اللي انه هو الليعب في عقلها وطبعا بول ما اتمش بكل الكلام ده وتحرك علشان يكمل مهمته لان القرش لسه بيحاول يدمر المحطة وتشاتوا صاحبه هم اللي هينزروا للمحيط في غرفة الغطس بدل بول ولما وصلوا المكان معين اضطروا انهم يخرجوا برا غرفة الغطس عشان يعملوا صيانة لعدة اللاسلكي وبول كان بيتفرج عليهم من فوق ولما وصل للمكان المطلوب شافوا حاجة غريبة بتعد عدة تنازلي ودي حاجة خوافتهم وتقريبا هي دي الحاجة اللي كان الاتنين اللي في اول الفيلم احطوها وكانت عبارة عن كنبيل علشان يفجروا المكان وكمان فجأة بدأوا يسمعوا جنبهم من كل اتجاه اصوات غريبة كأن في حاجة بتنادي عليهم وبدأ يجي لهم تهيئات زي الراجل اللي في اول الفيلم بس ساحب تشاتوا رفض يصدق عينه وفق بسرعة وهرب من المكان لحد ما وصل لغرفة الغطس وتشاتوا فجأة لقى القرش معد من جنبه وكان عامل طيار قوي جدا لدرجة انه سحبوا معاه والقرش راح لغرفة الغطس وخدها في بقه وفدر يتحرك بها بسرعة كبيرة جدا لقاع المحيط لحد ما حابل الواير اللي رابطها خلص والقرش بدون اي تفاهم قطعوا واخد اخينا معاه ونزل وبصراحة مش حابب اعرف هو عامل في ايه المهم ان تشاتوا لما شاف كده خلع بسرعة وطلع للمحطة بس لقى صاحبه واتفع على سطح المياه وراه وبول حاول يسحبه بس اتصدم لانه لقى نص فترعب من المنظر ورمى بسرعة وطبعا بعد اللي شافه ده بقى فيه بقس مسيطرة على المكان وكل واحد قاعد في جنبه ومحبط بس فجأة بول شاف ثلاث بخيرات معدية من جنبه ففيرح بيهم جدا بس تشاتور حاول يفهمه ان ده وهم مش اكتر بس ما اقتنعش وضرب طلقة مضيئة علشان يشوفوه لكن بعد لحظات لقاهم اختفوا وعارف ان القرش هو اللي بيصدر له الواهم ده وبيلعب في عقله ووقتها اتصدم لانه كده تأكد ان ده مش قرش عادي خالص وانه غالبا نروح شريرة بس مع كده برضو بول مش عايز يصدق وبيتخانق مع عدشته وبتيجي اينس وبتفك بينهم وبول بيروح عند اولاده وبيقول له تومي احنا اكيد هنموت فاينس بتقول له ليه بتقول كده ما تفكروش في حاجة ولازم تساعدونها علشان نطلع من هنا وبيبدأوا يدوروا في المكان على اي حاجة تساعدهم واينس بتلاقي اوراق وتومي بيلاقي حجر وشوية تماثيل فبيرصهم على مركب خشبية وبيقول عليهم اسماء عيلته وبيحط المركب في البحر ويطلب السماح من الروح الشريرة انهم يمشوا بسلام بس فيه تمثال من اللي رصهم بيقع في البحر ووقتها بيعرف ان فيه حد منهم هيموت وقدري بتلاحظ ان تومي مش موجود فبتقعد تدور عليه واينس بيدور في الورق اللي لقته وبول بيكون شغال ومشغول هو وتشاته مع القرش اللي فيه الروح الشريرة وبيكون مقرب منهم وبيوقعتهم في المية وكلهم بيجروا عليه وتاينس بتفضل تتنطط وبتلحقه وده طبعا قبل ما القرش يكلوا وبول بيروح يتطمن عليهم بس اينس بتكون مدقة منه ولا انهم متجهل تحذراتهم فبيستغرب وبيقول لها تقصد ايه فبتقوله انها شافت توقعاته على تقارير السلامة وده الورق اللي لقيته وبيسألوها يعني ايه فبتقولهم ان ابوهم قرر انه يشتغل مع وجود الوحش وبول بيحاول يوضح لها وبيطلب منها انهم يدفعهم بس بترفض وبيقوله ان الناس اللي ماتت ماتت بسببه وبول بيروح لتشاتو وبيحكي له ازاي وصل لكده وبنفهم ان الشركة اللي خدم فيها لسنين كانوا يقصدوا انهم يخلصوا منهم وتشاتو عرفوا انه فهم كده اول ما سمع اسمه وبول فضل لرقب الكمبلة وقرر انه ينزل يفكها علشان يدمر القرش وتومي بيلاقي مركب مطاط وتشاتو بيصلح الاسلكي وسوته بيوصل للسياد اللي وصل بول وبعدها بيفصل بس السياد بيكون عارف انه هم اللي بيستغيثوا ومع كده بيطنجهم لانه ان الواضح مش عاوز يساعدهم او مش عاوز يضحب نفسه وقدري واينس بيعملوا لزق علشان يسلحهم من مركب المطاط وبول بيروح لتشاتو وبيقوله على خطته وتشاتو بيرفض بس بول بيقنعه وبيطلب منه ان يحمي اسرته وينقذهم وبيسيبه علشان يبدأ في التنفيذ واينس بتودع بول وبول بينزل المية وتشاتو بيروح يجمع حاجتهم وبياخد اسرت بول علشان يلحقوا يهربوا وبول بيوصل للقنبيلة وبيفكها وما بيكونش فاضل غيب ست دقايق بس وتنفجر وتشاتو واسرت بول بيركابه المركب المطاط اللي صلحوه وبول بيصلح مواسير اللي في المية علشان يصلح اللاسلكي وفعلا اللاسلكي بيشتغل وبيكون لسه القنبيلة معاه وبيحس بالقرش بيقرب منه فبيهرب منه القفص عديد وبيتكلم مع آلته وتشاتو وبيودعهم وبيقولهم انه كان لازم يكفر عن زنبو وبينزل من القفص وبيخلي القرش ياكله وطبعا بينفجر على طول وآلته بتزعل عليه وبيشوفوا وبيجي الصياد وبينقذهم وبيشوفوا ان مقر الشركة بتنهار وبعد كده الدنيا بتمطر وده معناه ان الروح الشريرة راحت وبعدها بتظهر المركب الخشبية اللي كان حاطتها تومي وما فيش عليها حد